اشتركوا في القناة ويتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مستذكرا بالتقدير والعرفان بصمات الفقيد في مسيرة العمل الوطني والنهضة الاقتصادية والصناعية في المملكة وخلال اللقاء استعرض سموهما عددا من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني والإقليمي وأشاد سموهما في هذا الصدد بالجهود المباركة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في تعزيز علاقات مملكة البحرين مع مختلف دول العالم مؤكدين سموهما بأن الوضع الإقليمي والعالمي الدقيق في شقيه الأمني والاقتصادي يتطلب مضاعفة العمل وتوحيد الأهداف لعم الأمن والاستقرار والتنمية ربوع العالم وتطرق صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى ما يشكله الإرهاب من خطر يهدد الأمن والاستقرار في العالم وأكد سموهما أن الإرهاب والتطرف ليس محصورين في توجه أو أيدالوجية فكر معينة مشددين سموهما على إظهار أو ضرورة إظهار ما يتميز به الدين الإسلامي الحنيف من سماحة واعتدال لا تمثلها تلك الأفكار التي تحاول إلباس العنف والإرهاب بلباس شرعي ترجمة نانسي قنقر